لو انا لقيت ابني وزنه زيد ألجأ على طول للرياضة ولا لازم الاول تصبيت أكل قبل الرياضة خليني أقولك على حاجة الولادة الصغيرين لما بنيجي نخسسهم أو بنلاحظ انه في شوية زيادة وزن ما بيبقاش زيد كبار يعني أنا ماينفعش ان أنا أقول الbody mass index أو معدء معامل الكتلة بتاعه عالي لأ دهنا لازم أحطه على الكيرف الكيرف ده هيقارني بينه وبين أقرانه وأخباره إيه هل هو في مرحلة زيادة وزن فقط ولا هو في مرحلة سمنة؟ ده هيفرق معنا في التشخيص وهيفرق معي في طريقة الdyed بتاعته طيب أنا هيجي دلوقتي هكتشف أنه هو عنده زيادة وزن أو عنده سمنة هعمل إيه؟ هبتدي أن أنا أشوف طريقة الأكل بتاعته على مدار 24 ساعة بقوله إيه أكلك في خلال الثلاث سيام اللي فاته؟ يبتدي يقولني مثلا أنا كالت فترت كذا كالت كذا عادة الكلام اللي بيتقال بيبقى فيه حاجات كتير قوي غلط يعني هاتبوسي تلاقي إيه في النص فيه بطاطس محمرة في النص فيه مثلا أكياس مثلا بيبقى من بره عصائر محفوظة مشروبات غزية كلام ده كل حاجات منه رماء ومع حاجات منه رماء بابا طبعا هتلاقي مثلا الولاد بيروحوا النادي دلوقتي والصيف وكده فبيجيبوا آيس كريم وبيجيبوا مش عارفة كراب وبيجيبوا إيه فهتلاقي إنه فيه فترة فيه فكرة كده فيها عكة حتى لو الأم مزبطت دنيا في البيت نبتزي بقى نشيل الحاجات دي ونستبدالها بحاجات صحية يعني أعلم الأم أنت دلوقتي ما بيكلش مثلا بيد ما بيكلش لبن ما بياخدش كفايته مثلا من الكالسيوم طب ما أنا ممكن أعمل له مثلا شريحة كيك في اليوم ما بيحب الآيس كريم أعمل له آيس كريم مرتين في الأسبوع أو ممكن أعمل آيس كريم بفاكهة طبيعية مثلا أخده كسناك وهيبقى حبه وهيبقى طعمه لطيف طبعا ممكن الحاجات اللي هي زي الكريم كرامل للروز بلمن أقلل السكر فيها أو أستخدم مثلا بداية للسكر أو أستخدم عسل فبحيث أن أنا أنا مش هحرمه لكن هتدي له حاجات تبقى صحية ومفيدة لي أكيد السعرات الحرارية بتاعة الطفل لازم أديها له كاملة يعني أنا ما نفعش أن أنا أقطع سعرات حرارية وأقلل سعرات حرارية زي ما بعمل مع الكبار النظام اللي طالع مع الكبار أن احنا نعمل عجز في السعرات بالضبط ما أقدرش أعمل ده مع الصغير ليه لأن أنا كده هبقى بحرمه من أملاح ومعادن وفيتامينات جسمه محتاجها عشان ينمو أكيد الطفل أكيد في مرحلة وخصوصا مرحلة ما قبل البلوغ بيبقى محتاج بروتين أكتر بيبقى محتاج كالسيوم أكتر البنات بتبقى محتاجة حديد أكتر كل الكلام ده لازم أرعيه في النظام الغذائي بتاعه بالتاني أنا لو قللت من السعرات الحرارية غزبا عني هيبقى فيه نقص في العناصر دي طيب نيجي نتكلم في نقطة تانية وهي الطفل السامين اللي عنده بقى مشاكل بدأت تظهر صحية وللأسف في سن صغير يا فاطمة بشوف دلوقتي مقاومة الإنسولين وبشوف الكوليسترول وبشوف مشاكل صحية عنده ناس كبار فوق الخمسين وفوق الستين وعندهم مش الكلام ده ليه لأنه القعدة الخمول الكسل فخلى مفيش حركة طول الوقت إحنا قاعدين قدام الشاشات وطبعا من نظام الصحة العالمية عشان كده قننت عدد الساعات اللي قدام الشاشات للأطفال لساعة لساعتين في اليوم ماكسيمم وبتكلم على كده على التليفزيون وكل أي شاشة بيبص عليه إذن أنا دلوقتي الطفل اللي بدأ يظهر عنده أعراض معينة أو ناحية حاجات معينة مش عارف يخصي كويس يبقى لازم تساعتها إن أنا قلل السعرات الحرارية بس بقلل 500 سعر في 500 سعر بالتدريج جدا عشان ما أعرضوش إن هو يقعد لفترة طويلة بسعرات قليلة جدا هو جسمه كده هيخسر كتير قوي ولازم طبعا ده يبقى تحت إشراف طبيب عشان لو محتاج فيتامينز أو محتاج تحاليل معينة كمان نتأكد من صحته العامة لازم يكون تحت إشراف طبيب